انتصارات ساحقة وانجازات متلاحقة يسطرها ابطال الجيش الوطني من جبال النهم الى عمق صعدة الى غرب الشبوى الى شرق البيضاء هي كماشة ثلاثية الابعاد في الاستراتيجية العسكرية للجيش الوطني الذي بات يحكم سيطرته على زمام المعركة وارض المواجهات في كل الجبهات بتحرير بيحان اخر معاقل المليشية الحوثية في الشمال الغربي من محافظة شبوى تعود شبوة كاملا الى حضن الدولة والسلطة الشرقية ليس بعد بيحان شبوى الا نعمال البيضاء ما يعني دخول محافظة البيضاء على خط معركة استعادة الدولة من جهتها الشمالية الشرقية بدءا بتحرير مناطق ومواقع هامة في مديرية نعمان وفيها تقترب قوات الشرقية من الحاصمة صنعاء بعد اقتحام الجيش الوطني لعقبة ثبة القناصين يبدو المعقل الرئيسي لزعيم المليشيات الحوثية في مران صعدة على مقربة من مرمى الجيش الوطني المتوغل في عمق المحافظة وترتكز الاهمية العسكرية لهذه الانتصارات على سيرها بالتوازي في مختلف الجبهات وافقاد المليشيات الحوثية مواقع استراتيجية وخطط امداد الى جانب تجاوز الجيش الوطني للمناطق الاشد وعورة في تضاريس المعركة وفي الاثناء تتزامن هذه الانتصارات مع تصدع واسع في الجبهة الداخلية للمليشيات الحوثية وانضمام قيادات عسكرية كبيرة فيما كان يعرف بتحالف الانقلاب الى صف الشرعية وفي المقابل تجسد هذه الانتصارات النوعية المعنويات المرتفعة في ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية خاصة في ظل وحدة المواجهة على مختلف الجبهات وسرعة التقدم في انجازات خاطفة واستراتيجية تضع المليشيات الحوثية في زاوية النهاية المؤكدة اشتركوا في القناة